اشتركوا في القناة اسهل من قوانين نيوتن كمان اللي هو الحركة الدائرية نتكلم عن الحركة الدائرية ببساطة كده ان جسم بياخد مصار دايرة حركته بتبقى ماشية في شكل ايه دايرة ممكن الجسم ده يبقى ثابت او مركزه اللي بيلف حوالين منه ثابت او بيدور حوالين منه ثابت بقول ده مركز ثابت وممكن يبقى متثبت لحظي او وقتي فبقول عليه مركز لحظيا او وقتيا ويبقى الثبوت بتاعه لحظة بس ما بيلف او بيخلص الحركة بتاعته ويبدأ يغير من وضع تاني طيب تعالوا نشوف ازاي انا بدرس الحركة الدائرية وازاي اقدر اربطها بالحركة الخطية وايه همزة الوصل بالتنين عشان اقدر استنتج القوانين بتاعتي اللي ابدأ احل عليها المسائل بتاعتي لما اجا بص بالراحة كده على الحركة الدائرية لو انا رسمت مثلا محورين بتوع اللي هم عبارة عن ال x وال y بتاعي وحددت المركز بتاعه اللي يكون مركز نقطة الاصل هو ده مركز الجسم اللي هيبدأ يلف حواليه وهياخد شكل المصار بتاعه ومصار دائري طبعا الكل بيقول لي ازاي انا هشتغل على احداثات ال x وال y يا مستر ويبقى الجسم بتاعي هياخد مصار دائري اقول لك هتشوف دلوقتي على الرسمه لو انا اراسم كده مثلا ادي محور ال x مثلا بتاعه و ادي محور ال y بتاعي اهو وقلت ان الجسم بتاعي مثلا موضوع هنا الجسم بتاعي هنا طيب الجسم بتاعي يبقى متعلق في الهوى كده او سابت في الفراغ لا ده بيبقى واخد خط كده مباشر من نقطة الاصل اللي هو بلف حواليه منها وبدأ يلف الجسم بتاعي مثلا وليكن من النقطة ايه هيمشي لحد النقطة ايه اتنين من ايه واحد ل ايه اتنين شوفوا المصار اللي بدأ ياخده مصار ايه دائري اهو عندي وبدأ الجسم ياخد المصار ده كده هنا الجسم عمل حاجتين التغير من ايه واحد ل ايه اتنين اسمه تغير في الازاحة او الجسم تغير ازاحته تغيرت من نقلانه من النقطة ايه واحد ل ايه اتنين وعمل ازاحة في المصار بتاعه الدائري اهو اتغير من ايه واحد ل اتنين ده اسمه تغير في الازاحة عندي طيب او غير في الزاوية بتاعت اللي هي هنا مثلا لو قلت دي سيتا واحد ودي الزاوية دي كده سيتا اتنين يبقى بدأ الجسم يغير من الزاوية اللي موجودة عندي دي سيتا واحد ودي سيتا اتنين وفيه هنا اهو لو انا ممكن اعمل الزاوية دي الواحدة كده اقول دي سيتا يبقى هنا الجسم انا بفترض له حاجتين هما الحاجتين انه بتغير في الازاحة بتاعته او نقربها شوية نقول المسافة بتاعته مش من ايه واحد ل ايه اتنين مسافة قدية او ازاحة قدية دي بقول عليها متجه السرعة او السرعة بتاعتي اللي هو مشيها او الازاحة بتاعت اللي هو مشيها طبعا دي ازاحة دائرية في شكل ما صار دائر طيب لو هو جه هاخد انا التغير بتاعه في الزاوية بدل ما هكانت سيتا واحد لا دا عادة سيتا لا دا عادة سيتا اتنين لو هو وصل للنقطة ايه اتنين طيب ازاي اربط بقى بين الكلام ده وبين القوانين بتاعتي اللي انا قلتها انا قلت هنا التغير في الازاحة ده هو التغير في سرعة الجسيم بتاع اللي بتحرك من النقطة اي واحد لاثنين طيب التغير دا انا ممكن اجيبه ازاي عن طريق معدل التغير في القوس بتاعي من ايه واحد لاثنين دا عبارة عن قوس دائري القوس الدائري عشان احسبه طبعا عبارة عن نص القطر في طول الايه في الزاوية بتاعتي نص القطر في الزاوية بتاعتي دا يديني القوس الدائري بتاعي ازاي احسبه طول القوس الدائري ده هو طول ده هو عشان احسبه بيساوي نص قطر المصاري اللي اشتغل فيه الجسم في الزاوية بتاعتي لان الجسم دا لو انا هكمل الدائرة كده هيمشي كده في مصار دائري زي ما انت شايف كده هيمشي في مصار دائري كده لكن انا مش باخد الدائرة كدائرة لا انا ببين ان حركة الجسم بتاعي ماشي في مصار دائري بياخد شكل دائرة وهو ماشي حركة بتاعته عمال يلف حواليه النقطة سابتة اللي هي نقطة الاصلة عندها وبدأ يلف حواليه فانا عندي حاجتين اما ان انا باخد التغير في الازاحة او باخد التغير في الزاوية وبشتغل عليه طب لو خدت التغير في الازاحة بقول سرعة الجسم سرعة سرعة الجسم بتاعتي اللي هي الفي بتساوي ادي بالنسبة للزمن في طول القوس اللي موجود عندي اللي هو الا واحد للا اتنين وبعمل عليها علامة القوس كده يبقى ده طول القوس يبقى هنا السرعة لو انا جيت احسب سرعة النقطة ايه ده ايه لو انا اعمل ممثل السرعة كده ادي في واحد مثلا هنا كده في اتنين لو تلاحظ كده ان السرعة اتجاهها ايه اتغير مع دوران الايه الجسم ولو جرت النقطة هنا كده هلاقي فيه ثلاثة بالمنظر ده كده بحس ان ده مماثل سطح الدائرة لو كملت كده مش هيقطع الدائرة اهو مماثل سطح الايه الدائرة اهو دي فيه ثلاثة لو انا لاحظت ان كل ما الجسم بتحرك على المسار الدائري كل ما اتجاه السرعة بتاعه بيتغير بتاخد اتجاه غير الاتجاه الاولاني لكن هو ماشي في مصار دائري طيب لو انا عايز احسب السرعة الخطية انه مش في خط مستقيم الخطية بتاعتي بقول والله هو معدل تغير هو معدل التغير اللي حصل في طول القوس اللي هو ايه مش هي على المصار الدائري بتاعي يبقى هنا الفي بتساوي معدل التغير ايه السرعة الخطية بتساوي معدل التغير اللي حصل عندي في طول القوس اللي موجود عندي طيب دي نقطة النقطة التانية انا قلت ان انا ممكن ااخده بالنسبة للتغير فين في الزاوية طيب معدل التغير بتاع الزاوية الدي سيتا بالنسبة للزمن بيساوي حاجة اسمها الامجا اللي هي السرعة الزاوية يعني ماشي بسرعة زاوية تغير الزاوية دي هو اللي بيغير لي في ايه في سرعته طيب يبقى اتفقنا ان الفي بتساوي معدل التغير لطول القوس الامجا بتساوي معدل التغير بالنسبة للزاوية بالنسبة للزمن طيب انا عندي ممكن اربط كده شوية قوانين ببعضيها انا قلتلك ان الفي بتساوي الدي ايه واحد ايه اتنين معدل تغير القوس بالنسبة للزمن اهو بتساوي الدي دي تي الار في السيتا ايه يا مستر اللي انت عملته ده ايه اللي انت عملته ده اقول لك ايه اللي انا عملته ده وهو الار ده هو عبارة عن نصف القطر دوت اللي هو البعد بين نقطة الجسم عن نقطة الاصل اللي انا بشتغل عليها او النقطة السبت اللي هو بلف حوليها دي بسميها الار طيب والسيتا اللي هي الزاوية دي انا لسه اقول لك ان حاصل ضرب نص القطر بتاع حركة الجسم اللي هيمشي مصار دائري في مقدار الزاوية اللي موجودة عندي يديني طول القوس اللي هو بمعنى اصح هيديني الازاحة بمعنى تاني اللي هي المسافة اما فاضل المسافة بالنسبة للزمن تديني لايه السرعة وده اللي انا وصلت له ال V بفاضلها المسافة دي هفاضلها بالنسبة للزمن تديني السرعة طب ما هالمسافة دي لو مش موجودة عندي طول القوس ده مش موجودة عندي مش مديني طول القوس يبقى استغل الزاوية اللي هوم الدهالي ونص القطر وادرب ال R في السيتة يديني ايه السرعة بتاعته طيب في حاجة انا عندي ال R ده مقدار سابت ال R ده قيمة سابتة خمسة اثنين تلاتة حسب طول نص القطر اللي موجود عندي يبقى انا لو جيته فاضل المقدار السابت هيديني ايه هيديني صف يبقى انا ما بفاضل ما بفاضلش الزاوية لأ ده انا بفاضل كده بقول بتساوي R في تفاضل الزاوية بالنسبة للزمن هيديني ارجع كده معايا كده من حتة دي كده دي سيتة على دي تي بتساوي ايه؟ بتساوي عندك هنا كده بتساوي ايه يعني ممكن اكتب ان ال V اكتب كده ان ال V تساوي ال R اخر علاقة انا وصلت لها اللي هي الامجة وكده انا قدرت اربط العلاقات العلاقة الخطية بالعلاقة الدائرية قدرت اخذ العلاقة الخطية مع العلاقة الايه الدائرية طيب لو انا جيت ابص عندي كده العلاقة بين السرعة المحيطية الممسية والعجلة العلاقة بين السرعة المحيطية والعجلة انا لسه متفق معك كده اني نافترض ان ال S اللي هي المسافة ال S اللي هي المسافة بتساوي ايه بتساوي ال R في السيت بتساوي ال R في ايه في السيت طيب طيب انا ممكن برضه اقول ان العجلة بتساوي ال R في ال ALF ما هي دي المسافة ودي الزاوي وده نص القطر دي العجلة اللي هتحرك بها الجسم سواء تزاوديها هتزيد او هتلاقصية هتقل بتساوي نص القطر في العجلة الدائرية اللي هتحرك بها جسيم في المصاري الدائري سواء تزاوديها او تناقصية يبقى مقول كده S عبارة عن المسافة المحيطية والA اللي هي العجلة الممسية والALF اللي هي العجلة الزاوية اهي مالاش الدائرة اقول العجلة الزاوية ودي الممسية بتاعت يعني اللي ماشي على المصار بتاعة الدائرة من هنا اقدر افتكر بقى القوانين بتاعت اللي كانت بتقولي ان الفي بتساوي الفي دوت زائد الA في الت اكتبق بالعربي عشان نفتكرها العين بتساوي العين صفر زائد الA في الت اللي هي الج ت يعني السرعة النهائية بتساوي السرعة الابتدائية زائد زائد العجلة للجاذبية الأرضية مضروبة فين في الزمن هي دوت مضروبة مضروبة في الت زائد نص A T تربية نكتبه بالعربي كده الفي بتساوي عين عن صفر في T اللي هو الزمن زائد نص A اللي هي G T تربية اللي هو الزمن تربية دي القوانين اللي احنا واخدينها في التطبيقات من الأول خدناها قبل نيوتن وخدناها في سنة تانية وخدناها في سنة تالتة وكل سنة بنكرر حتى في الأعدادية كنا واخدين مش حاجة غريبة عليك طيب القانون التالت بقول لي ان مربع السرعة النهائية بيساوي مربع السرعة الابتدائية زائد اتنين في الالفا اتنين في الا اتنين في الا في الاس نكتبه تاني عين تربية النهائية بتساوي عين صف تربية الابتدائية زائد اتنين في العجلة في المساف دي القوانين اللي احنا اخدناها يا مستر انت كتبتلي دول ليه اقولك انا كتبت دول ليه لان انا اقدر تساوي دول بقوانين السرعة الان الزاوية او الحركة الدائرية اللي انا لسا اخد يبقى هترجم دول لقوانين اللي انا هستخدمها في الحل بالحركة الدائرية في هيبقى رمزها ايه ايه دي كده الحركة الخطية يعني في خط مستقيم طب لو انا جيت اترجم القوانين دي عشان تمشي معايا في المسار الدائري بقولي اللي الفي دي اللي هي السرعة الخطية لا عادت اسمها اوميجا زي الو كده بتساوي اوميجا دوت اوميجا دوت اللي هو السرعة الابتدائية زائد الايه الايه هنا بدل ما هي العجلة دي هتبقى الالفة اللي هي العجلة الزاوية بتاعتي في الزم نفس القانون هو هو بس الرموز اللي اختلفت لكن نفس المعطيات ونفس البيانات طب الاس هنا عبارة عن ايه عبارة عن السيتا يعني المسافة اللي مشيها سيتا هنا من الزاوية دي مسافة سيتا هنا كده من الزاوية دي مسافة لما كان الاس سيتا بتساوي الامجا دوت في ت زائد نص ايه لا برافو عليك هكتب الفة ت ايه ت 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 الزاوية او العجلة الدائرية اللي انا شغال عليها في المسار الدائري امجا تربيع بتساوي امجا ضد تربيع زائد اتنين هه الفة في الاس بعد عبارة عن السيتا وهنا دي ممكن اعتبرها ممكن اعتبرها تخلي بالك منها كده زاوية دوران الجسيم يعني ممكن اقول كتل السيتا كزاوية دوران تحسبها من القانون دوت لكن هنا اللي مقصود بها المسافة دوران خلاص دوران 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 الخوانين اللي انا هستخدمها طيب تعالوا نبص كده في حاجة تانية لو انا عندي جسيم بتحرك على محيط دايرة من النقطة ايه للنقطة بيه طيب طبعا انا مش برسم محيط دايرة دايرية لا ده انا برسم برضو الاحدثات بتاعتي ايه واعمل كده وادي النقطة ايه وهيمشي في مصار دايري الجسيم كده لحد ما وصل النقطة بيه وهقفل الشكل بتاعه كده عشان يبقى هو ماشي حوالين النقطة السابتة اللي عندي هنا لو انا ماشي بسرعة سابتة فالعجل الممسي اللي قوس دايري تسوي ايه صفر لو انا جيت هنا كده وعملت هنا ممس للقوس دا كده دي كده اوميجا خلي بالك وهنا اوميجا اتنين لما يقول لي ان السرعة سابتة يبقى بقول لي والله ان الالفة او العجل الممسية بتاعتي بتساوي صفر اللي هي المفروض هي الايه العجل الممسية اللي هي الايه زي ما خدناها في الورق اللي فاتت بتساوي ايه بتساوي صفر نظرا لسبوت ايه السرعة المحيطية اللي هي ماشي بها على محيط الدايرة اللي انا هكمل الدايرة زي الرسمة اللي فاتت طيب بالرغم من كده السرعة ليست لها مقدار فقط ده السرعة لها مقدار ولها اتجاه اتجاه السرعة سابت ولا بتغير مع حركة الجسم يبقى اتجاه السرعة بتغير نتيجة لدوران الجسم ايه حوالين النقطة السابت زي ما قلنا لكن مقدارها سابت طب لما اجي ادرس التغير في حركة السرعة اللي هو الدلتا في التغير في حركة السرعة بيساوي ايه بيساوي الدلتا في بي ناقص الفي ايه طبعا انا بادرس هنا كمية متجهة فعشان كده بحط علامة ايه لاتجاه بتاعي يبقى الدلتا في التغير في السرعة من هنا الهنا بيساوي ايه بيساوي الفي بي ناقص الفي ايه لان طبعا دي السرعة التانية اللي انا وصلت لها دي السرعة الابتدائية اللي انا شغال بيها طيب طيب لما اجي اقول لك والله الدلتا في على الدلتا تي لو انا جيت افاضل الدلتا في بالنسبة للزمن هي تساوي ايه بيساوي الدلتا سيتا على الدلتا تي بس مضروبة في ايه رجالة في الفي بتاعتي يبقى هنا تفاضل السرعة الخطية بتاعتي اللي انا هاخدها هنا هتساوي قيمة السرعة الخطية في تفاضل الزاوية سيتا اللي هيبدأ اتحرك بها الجسيم حوالين النقطة السابتة بتاعتي طيب انا لسه واخد ان الفي الدي سيتا على دي تي دي بتساوي الامجة يعني ممكن الدلتا في دلتا تي اكتبة كده ان بتساوي الفي في الامجة يبقى بتساوي السرعة الخطية في السرعة الزاوية طيب من هنا انا وصلت كده لنقطة سهلة وبسيطة اللي هي المعادلات بتاعتي اللي بقولها تاني ان الامجة بتساوي الامجة ضط او الامجة زيرو اللي هي السرعة الابتدائية زائد الا في التي او الامجة سكوير بتساوي الامجة ضط سكوير مضروبة في التي تربيع زائد اتنين ايه في الاس او الالفة في الاس بتاعت في السيت طيب يبقى هنا اقدر استخدم القوانين دي في حل مسائل واقدر احل المسألة حتى لو جاب لي مسألة شاملة كذا فكرة ومقسمها للمسافات متساوية تيجي نشوف مسألة وازاي يطبق القوانين نشوف مسألة مسألة بتقول لي في مسألة كده بتقول حدافة تدور بسرعة السرعة دي قدي متين وعشرة ريفليوشن يعني دورة لكل دقيقة الحدافة دي عبارة عن ترس كبير بيلف بسرعة مقدرها قدي متين وعشرا لفة في الديقة يعني بتلف متين وعشرا لفة كاملين في الديقة الوحدة طيب فإذا تزايدت سرعتها خلي بالك سرعتها بتزيد بانتظام لمدة لمدة أربع ثواني اللي هي س رمزها أربع س فور س يبقى هنا حدافة تدور بسرعة ميتين وعشرا ريفليوشن بير منت في الديقة فإذا تزايدت سرعتها بانتظام لمدة أربع ثواني طبعا تزايدت يبقى لازم يدين السرعة وصلت لكام أو زادت بقت كام حتى وصلت إلى خمسمية وستين ريفليوشن بير منت يعني السرعة زادت من ميتين وعشرة لخمسمية وستين ريفليوشن بير منت خلي بالك بقى هو عايزة فحدد قيمة العجلة الزاوية العجلة الزاوية اللي رمزها ايه ألف لما احنا لسه واخدي التي تسببت في زيادة السرعة خلي بال وعايزي تاني وعايز عدد اللفات التي دارت بها الحدافة خلال هذه الفترة الزمانية دي كده كانت نص لإيه المسألة تعالوا نشوف نفكر في المسألة هو بقول لي حدافة بتدور بسرعة ميتين وعشرة ريفليوشن بير منت يعني بدأت السرعة الابتدائية بتاعتها اللي هي الأوميجا هه الأوميجا زيرو بتاعتي بتسوي كام ميتين وعشرة ريفليوشن بير منت الأوميجا النهائية اللي وصلت ليها كانت كام كانت خمسمية وستين ريفليوشن بير منت التي بتاعتي كانت كام ثانية اللي خدتها عشان تتغير السرعة بتاعتها من ميتين وعشرة لخمسمية وستين كانت أربع ثواني عايز الألفة وعايز عدد اللفات اللي هيلفها عدد اللفات اللي هيلف بها الجسم كام لفة في الديقة عايز كام لفة في الديقة يعني عايز هنا اللفات هتجيبها كام زي دول كده طيب أنا كده جبت الأوميجا زيرو وجبت الأوميجا وجبت تي وجبت الألف الأول أنا بشتغل بسرعة دائرية دائرية أنا بقيس الكلام ده بالنسبة للزاوية طب عشان أقس لفة بالنسبة للزاوية بقوله والله أن الأوميجا زيرو بتساوي 210 في 2 باي اللي هي 13 على 60 لأن أنا بقيس بالنسبة للزاوية دي أنا مش عارف إن الزاوية 60 لكن ده قانون عندي عشان أحول من رفليوشن بير منت للتقدير الدائري اللي هو هيطلع بالراد لكل سنة بدل ما هتبقى لفة لكل دقيقة لا هتبقى بالتقدير الدائري لكل سنة أو بالتقدير الزاوية لكل سنة طيب مضرب 210 في 2 في 3 و14 من 100 على 60 تساوي 22 راد لكل دقيقة طيب الأمجة الثانية السرعة النهية هعمل هيه هضربها في كام في 2 باي على 60 500 و60 في 2 باي على 60 بتساوي 8 و50 و5 من 10 راد على الثاني وأنا كده قدرت أجيب إيه طيب أنا أنا عملت حاجة في المسألة غير أن أنا حولت من رفليوشن بير منت للرد على الثاني اللي هو التقدير الدائري اللي أنا هشتغل عليه طيب هكتب القانون بتاع اللي أنا هستخدمه إيه هو القانون اللي أنا هستخدمه اللي هو بقول لي إن الأومجا بتساوي الأومجا نوت زائد الألفا في الثاني في الت لاحظ كده أنا عندي الأومجا معروفة الأومجا ضد معروفة عندي الت معروفة اللي مجهول عندي الألفا طيب من هنا ممكن أقول إن الألفا ها نمشي خطوة خطوة مع بعض ألفا في الت بتساوي الأومجا ناقص الأومجا إيه ضد طيب الكلام ده هيقدي إيه هيقدي إن الألفا بتساوي ها الأومجا ناقص الأومجا ضد على الت أنا سامع ناس بتتكلم كده عمالة تتسس وخايف إن صوت هيعلى لأ اتكلم وقول اللي عندك ما تخافش يبقى الألفا بتساوي الأومجا ناقص الأومجا ضد على الت هعوض في المسألة هجيب كمت الألف يبقى الألفا بتساوي أنا حسبت الأومجا بكام بتمانية وخمسين وخمسة من عشر ناقص الأومجا ضد اللي أنا جبتها باتنين وعشرين على الت اللي هو كام أربعة أطرح الاتنين دول من بع وقسم الناتج على أربعة هيطلع بيساوي تسعة وستاشر من مية راد على السكن يبقى دي خدا قيمة الألفا اللي هي العجلة الزاوية اللي هو عايزها وبقى عجلة يبقى على الثانية تربيع ما نساش الحتة دي أنا تعملت ما اكتبهاش قال لما أرجع لك تاني أقول لك دي إيه عجلة يبقى متر على الثانية تربية راد على الثانية تربية سنت متر على الثانية تربية حقيقة أنا كانت شغال المهم الثانية إيه تربية طالما أنا شغال على العجلة لو مسافة بالمتر أو بالراد لو سرعة يبقى بالراد على السكند بس لو هي الأمجة بس يبقى الراد على السكند طب أنا جبت كده الألفة بتاعتي عايز أجيب عدد اللفات هو عدد اللفات هيجي منين لو لاحظت كده قلت لك عدد اللفات دي عبار عن ايه المسافة اللي مشيها ما أنا لفيت لفة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ومية لفة ومتين لفة لما أفرد اللفات دي كلها كده وأبدأ أحسبهم كم لفة مش أنا هدي المسافة اللي أنا مشيتها يبقى هستخدم قانون السيتا صح أقوله كده بما أن السيتا بتساوي ايه السيتا قانون السيتا اللي هو قانون المسافة أوميجا ضد تي زائد نص ألفا التي تربيع طب بص كده ايه المجهولة عندي مش حاجة مجهولة السيتا اللي أنا أحسبها أوميجا ضد موجودة التي موجودة باربعة النص موجودة الألف أنا حسبتها التي تربيع موجودة اللي هي أربعة تربيع يبقى أقوله والله السيتا هتساوي تعويض مباشر أوميجا ضد 22 في التي بكام باربعة زائد نص في الألفا تسعة وستاشر من مية في التي تربيع اللي هي أربعة في أربعة كلام ده ما خلصوا كله بالألة الحسبة بتاعتي هيطلع كده بيساوي مية واحد وستين وتمانية وعشرين من مية ده إيه راد ده مسافة يبقى بالراد بس مية واحد وستين وتمانية وعشرين من مية راد مسافة دائرية طبعا أنا عايز أحول المسافة الدائرية دي للفات تفاكرين إما إحنا كنا بنحول من المسافة اللفات المسافة الدائرية ضربت في في اتنين باي على كام على ستين عشان أحولها بالثانية طب هنا هي متحولة بالثانية لوحدها يبقى أنا هعمل إيه هقسم على اتنين باي بس يبقى كده السيتا ده هتساوي مية واحد وستين وتمانية وعشرين تطلع بتساوي كام حد ما على حسبها بسرعة كده نحسبها هه رفو عليك هتطلع خمسة وعشرين وسبعة وستين من مية ريفليوشن وكم لفة هه يبقى المسافة طلعت كم لفة خمسة وعشرين وسبعة وستين من مية لفة خلصت المسألة وباعتش صعب طيب تاني بقولك تاني خلي بالك لو عايز الزاوية لو عايز الزاوية هستخدم أنهي قانون هستخدم القانون اللي بقول انه اوميجا سكوير بتساوي اوميجا ضوط سكوير زائد اتنين الفة في سيتا ومن هنا دي اللي هتيجي دي هتبقى الزاوية لو هو طالب مني زاوية الدوران كامل الجسيد طب هو مش طالبها متشكري مسألة دي تفهمت مباشرة نايدها تاني ولا مفهومة طيب تعالوا نشوف مسألة تاني اصعب شوية وفيها فكرة عندي شوية عندي مسألة بتقولي برضو حداف تتزايد سرعتها تتزايد سرعتها بعجلة منتظمة خلي بالك قالك عجلة منتظمة هنستفيد منها في حاجة ان العجلة المنتظمة هتساوي صفر لما تكون السرعة سبتة بعجلة منتظمة من حالة السكون قالها ده سرعتها ازدادت من حالة السكون